وهذا الكلام قد ذكر في تقرير مؤسسة راند هذه مؤسسة مؤسسة أمريكية طبعاً اللي أسسها اليهود مديرة هذه المؤسسة امرأة يهودية سمها الشيريل بينارت ما أدري هل لازالت مديرة ولا تركت لكن هي صارت مديرة في فترة الفترات وكتبت تقريراً منشوراً ومترجم للغة عربية تقرير مؤسسة راند عن أحوال المسلمين في الشرق الأوسط وهذا التقرير أنا عملت عليه محاضرة كاملة موجودة في اليوتيوب أدعو الجميع للاستماع لها النظرات هي تقرير مؤسسة راند فكرة هذا التقرير وفكرة المؤسسة أصلاً هي تقديم نصائح للساسة الغربيين كيف تتعاملون مع المسلمين في الشرق الأوسط خلاصة التقرير أنها قسمت المسلمين أربع تقسام أصوليين محافظين تقليديين لبراليين وعرفت الأصوليين بأنهم هم المسلمون الذين يريدون التمسك بالإسلام حرفياً يعني اللي يريد أن يطبق الإسلام بحذافيرة وهذا قالت أسوأ وأخطر شيء هذا اللي لازم نحاربه ولازم كذا يأتي وأقل منه المحافظ اللي هو مصلي ومحافظ على بعض الأشياء ولكن متساهل في أشياء أخرى يأتي الدرجة الثالثة المسلم التقليدي اللي هو مسلم بالاسم بالوراثة هذا ما وجدنا عليه أبا هذا ما وجدنا عليه أبا أنا يعني صلي يصوم رمضان لكن لا يشعر أن هناك أهمية لتطبيق الشريعة على أرض الواقع آخر واحد المسلم الليبرالي اللي هو يتبنى النظر الغربية ولكن لا زال باسم الإسلام خلاصة التقرير كيف نقوي النوع الرابع اللي هو المسلم الليبرالي ونضعف النوع الأول اللي هو المسلم الأصولي فقالت أساليب يعني المضحك في الأمر أنها معلنة يعني الأساليب اللي يبون يحاربون فيها قاعدين يعلنونها منها تشويه صورة المسلم الأصولي ذكرتها بالحرف يعني أنها إرهابي ومتحجر بالضبط من خلال الإعلام شوف المسلسلات الأفلام السينما العالمية والعربية والخليجية والمحلية تجد فيها رابط مشترك وهو تشويه صورة المتدين وهناك كتاب اسمه الميديا والإلحاد لمهندس أحمد حسن ذكر نماذج لهذا التشويه كذلك صورة الإسلاميين في الشاشة لأحمد سالم تكلم عن هذه كذلك بأمفلة من الأساليب التي اقترحتها في هذا الكتاب أو في هذا التقرير لمحاربة الإسلام هو تفريغ الإسلام من محتوى تبشيع صورة ما سمى أسمتهم بالأصوليين وتضخيم صورة الذي سمتهم المسلمين الليبراليين وبالمناسبة ذكرت أسماء من ضمنهم محمد شحرور والتي أوصت بشدة أن يبرز في العالم الإسلامي وكلنا يعرف أن مشروع محمد شحرور يقوم على عملية محاولة تفريغ الدين من محتوى يأتي لنصوص شرعية ويفسرها بتفسير مختلف تماما أتى للحجاب وفسرها بتفسير مختلف تماما أتى للصلاة أتى لأشياء كثيرة وحاول أن يبقي الأسماء حتى لا يكون هناك حساسية للمسلمين ولكن لما تأتي للنتيجة لا يوجد إسلام هي مجرد أسماء خالية عن أي مضامين حقيقية فالمقصود أن هناك محاولات شرسة وشديدة لإقصاء المسلم عن طريق المد أو التيار المادي ومحاولة إذابته في هذا التيار بشتى الطرق والأساليب من خلال تفريغ الدين من محتوى من خلال وصم من يريد أن يتمسك بدينه بأوصاف بشعة أنت أصولي أنت إرهابي أنت راديكالي أنت متطرف رغم أن كل اللي يريد هذا الإنسان أن يطبق الشريعة هو يريد أن يعمل في القرآن والسنة فلا هم ما يبقون هذا هم يريدون مسلم متماهي ومتماشي مع ما يريدون ففي فرنسا يريدون مسلما فرنسيا لا يتعارض مع القيم العلمانية الفرنسية وفي أمريكا يريدون مسلما أمريكيا أو إسلاما أمريكانيا كما يقولون ما عندهم مشكلة في الإسم ولا عندهم مشكلة في الشعائر التعبدية عندهم مشكلة في العقائد والتشريعات الإسلامية التي تصطدم مع النظرة المادية